قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من لجأ إليه بلغه فوق ما موله ومن سأله وأعطاه أكثر من سؤوله أحمده سبحانه وأشكره على واسع الفضل وجزيل النعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مؤمن بالله ورسوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله بيّن سبل الهدى وبلغ الدين كله بفروعه وأصوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا شرع ربهم بكماله وشموله والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة النبلاء داء وبيل وشر خطير يولد أعظم الشرور وينتج أشد المفاسد كم أدميت به من أفدى وقرحت من أكباد وقطعت من أرحام وقتل من أبرياء وعذب مظلمون وكم طلقت به نساء وانتهكت أعراض وتفككت أسر وهدمت بيوت بل كم أوقد بسببه من نار الفتنة ففسدت العلاقات وساءت الظنون ولم يدع مقترف هذا الداء للصلح بابا ولا للود مكانا إنه مرض خطير من أمراض القلوب وآفات اللسان وأدواء المجتمعات إنه بلاء نميمة ومرض الوشاية والسعاية نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد وزرع الأحقاد وبث الضغاء النميمة رأس الغدر النميمة رأس الغدر وأساس كل شر يقول يحيى بن كثير رحمه الله ويفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر أيها الأحبة في الله إن من المقاصد العظمى التي دعت إليها الشريعة الإسلامية الحفاظ على المحبة والتآخي والصفاء بين المسلمين ولما كان الأمر كذلك كان الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس والجن أحرص ما يكونون على هدم بنيان هذا الأصل واجتثاثه وتقطيع واصر المحبة والتآخي بين أفراد المجتمع الواحد وإثارة أجواء القلق الاجتماعي وتضخيم الخلافات وتسميم البيئة المسلمة الواحدة وكانت الوسيلة المستعملة في ذلك والمساندة في ذلك هي النميمة وقاكم الله شرها أيها الأحبة في الله يذكر أهل اللغة في كتبهم من أن العرب يقولون إبل النمة وهي الإبل التي لا تبقى الماء في أجوافها ولهذا أخذ من هذا الوجه أن النمام لا يبقى الكلام في جوفه فالنميمة من الخطورة بمكان وقد أجمعت الأمة على تحريم النميمة ولم يذكر أحدا من أهل العلم إباحة النميمة في أي حال من الأحوال يقول الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر وقد تضافرت الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة على تحريم النميمة يقول الحافظ بن حجر رحمه الله ووجه تحريمها لما فيها من المفاسد ولما يترتب عليها من المضار ثم قال رحمه الله والذي يدعو إليها ويبعث عليها ثلاثة أمور الأمر الأول إرادة السوء بالمحكي عن بعض الناس إذا سمع كلاما من شخص في فلان أراد أن يسيئ إليه بنقل كلامه إلى من أساء إليه الأمر الثاني الحب للمحكي عن إذا سمع كلاما في شخص صاحبه أو حبيبه ينقل إليه الكلام لأنه يحبه وهذا في ظاهر الأمر وإلا فإن من يحب إنسانا لا ينقل إليه ما يحزنه أو يسيئ إليه أو يتضايق منه الأمر الثالث الفرح في الخوض في فضول الكلام بعض الناس يفرح أن يرى الناس أعداء وأن يرى الأسر متشتتة يفرح في الخوض في فضول الكلام الذي يفرق بين الأحباء هذه ثلاثة أسباب للنميمة ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب الزواجر وقد ذم الله جل وعلا إمرأة أبي لها فقال سبحانه ومرأته حمالة الحطب المشهور عند المفسرين من أن المراد من هذه الآية أنها كانت تحمل الحطب والشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا بذلك إذا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذهب مجاهد وقتاد وقرره الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر من أن المراد بقوله حمالة الحطب أنها كانت تنقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد فكما أن النميمة تحرق العلاقة بين الناس فشأنها شأن النار التي تحرق الأشياء التي توضع فيها وأعلم رعاكم الله أن النميمة من أسباب عذاب القبر مما يعذب به بعض أهل القبور من النميمة ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان وما يعذبان في كبير وفي رواية بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة ويقول الله جل وعلا في محكم التنزيل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاهم بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم صفات متواليات ونعوت متسابعات كل خصلة أشد من الأخرى حلاف كثير الحلف لأنه يعلم من نفسه عدم صدقه وشك الناس فيه وانتزاع الثقة منه مهين مهين حقير ولو بدى بهي الطلعة لأنه لم يكرم نفسه في داخله ولم يقدر الناس والمهانة صفة نفسية تلحق بالمر ولو كان ذا مال أو جاه أو جمال هماز مشا هماز باللفظ والإشارة وفي الحضور والغيبة مناع للخير عن نفسه وعن غيره مناع للخير معتد متجاوز للحق والعدل والإنصاف أثيم واقع في الإثم والمحرمات وفي المعاصي عتل فضا قاسي ولو بدى فيه لطف متصنع ورقة متكلفة زنيم أي لا أصل له يحب الشر ويستمتع بزرع الأحقاد وبث الضغاء بين الناس تنحى عن النميمة واجتنبها فإن النم يحبط كل أجري يثير أخ النميمة كل شر ويكشف للخلائق كل سر ويقتل نفسه وسواه ظلما وليس النم من أفعال حر ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام وروا مسلم في صحيحه علم لمسعود رضي الله عنه وأرضاه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ملعظة وفي وجه آخر ملعظة وكل الوجهين يصح إطلاقهما على هذا اللفظ فثم فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هي النميمة القالة بين الناس أيها الأحبة في الله النمام ذو وجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه متلون حسب المواقف والمصالح وفي الحديث تجدون شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه يقول أبو هرير رضي الله عنه وأرضاه النمام شر خلق الله واعلموا رعاكم الله أن النميمة مبنية على الكذب والحسد والنفاق وكفى بذلك قبحا وذما وسوءا واعلموا حفظكم الله أن النميمة تكون بالقول وتكون بالكتابة وبالرمز والإشارة وبالإيماء قاتله الله من دا فكم من صلة قطعها وكم من رابطة مزقها أيها المباركون وينبغي للمسلم أن يسكت عن كل ما رآه إلا إذا كان فيه مصلحة للمسلمين أو دفع الشر عنهم يقول الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر وكل من حملت إليه النميمة وقيل له قال فيك فلان كذا وكذا لزمه ستة أحوال الأول أن لا يصدقه لأنه نمام وفاسق وهو مردود الخبر الأمر الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعلا الأمر الث أن يبغضه في الله لأنه بغيض عند الله والبغض في الله واجب الرابع أن لا تظن في المنقول عنه سوء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الخامس أن لا يحمله ذلك على التجسس على أخيه المسلم لقوله تعالى ولا تجسسوا السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه وذلك بنقل النميمة إلى الغير رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه وقال قال فيك فلان كذا وكذا فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يا هذا إن كنت كاذبا فأنت ممن قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإن كنت صادقا فأنت تنطبق عليك قوله تعالى هماز مشاء بنميم وإن شئس عفونا عنك فقال أريد العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود إلى ذلك يقول الحسن البصري رحمه الله من نمّ إليك نمّ عنك أي من نقل إليك كلام الغير سوف ينقل كلامك إلى الغير هذا هو ديدا النمّام وقال الله شر النمّام وكفان الله شر النمّام اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت بأن طهر قلوبنا وألسنتنا من النميمة اللهم طهر قلوبنا وألسنتنا من النميمة اللهم طهر أعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأقوال ولحسن الأخلاق يا رب العالمين اللهم جنّب عنا رذائل الأخلاق برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ورحمنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اغفر لأمي ولأمهات المسلمين اللهم اغفر لأمي اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم انزل على قبرها شابي بالرحمة والغفران اللهم انزل على قبرها شابي بالرحمة والغفران يا رب العالمين وارفعها عندك في أعالي الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين